أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تستمر سورة المائدة في الحديث عن مسألة الوفاء بالعقود والاستجابة والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى فيأتينا هذا المثل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى والقصة التي يرويها لنا عن ابني آدم فيقول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق يعني واتلوا عليهم بالحق نبأ ابني آدم وابني آدم في هذه الآية بإجماع المفسرين هما ابني آدم لصلبه ابناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه وهما قابيل وهبيل وقد وقع بينهما من الحسد الذي وقع من قابيل لأخيه هبيل ما حمل قابيل على أن يقتل أخاه هبيل ظلما وعدوانا كما في هذه القصة ويذكر المفسرون أن قابيل كان يريد أن يتزوج التي ولدت معه في نفس الرحم لأنه كان آدم عليه الصلاة والسلام كان في شريعته أنه إذا ولد له ذكر وأنثى في نفس البطن ثم ولد له ذكر وأنثى في بطن آخر فإنه يزوج هذا الأول من البنت في الرحم الثاني والعكس قالوا فكان قابيل يحسد أخاه هبيل على أنه سيتزوج أخته التي ولدت معه في نفس الرحم كما يذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية ولكن نحن نقول أنه قد وقع بين قابيل وبين هبيل ما دفع قابيل إلى أن يحسد أخاه ويعتدي عليه ظلما وعدوانا فيقتله دون أن ندخل فيه التفاصيل لأنه ليس عليها دليل والقرآن الكريم فيه الكثير من القصص التي لم يفصل فيها لأن العبرة متحققة مع هذا الإبهام فلا يهمنا ما هو سبب التحاسد الذي وقع بينهما بقدر ما يهمنا كيف كانت الثمر وكانت النتيجة وكيف تعامل أحدهما مع الآخر فالله سبحانه وتعالى يقول واتلوا عليهم نبأ أبني آدم وسماه الله نبأا لعظمه عظمته أو لقيمته وأهميته قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لأنهم قالوا أن آدم عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلح بينهما فقال ليقرب كل واحد منكما قربانا إلى الله فأيكما تقبل الله قربانه زوجته بهذه البنت أو نحو ذلك قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وكان من علامة قبول القربان أن تأكله النار كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة عفوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثقير ونحن أغنياء سنكتب ما قاله سورة العمران سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بأنهم قالوا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يعني دلالة على أنه قد تقبل منه وأنه رسول صادق فابني آدم هنا قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما يعني فكانت علامة قبول أحدهما أن النار قد أكلت قربانه والذي قربه قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وهم يقولون أنه تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل لأنه كان ظالم ومعتدي قال لأقتلنك يعني قال قابيل لأخيه لأقتلنك ويقولون أن هابيل كان هو الأكبر سنًا من قابيل بل ويذكرون أيضًا أنه كان أقوى منه ولكنه كان رجلاً صالحاً قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني أنت الآن تقتلني لماذا لأن الله تقبل مني هل هذا ذنب لي؟ هذا ليس ذنب وهذا كما قال الشاعر يقول إذا محاسنيًا لأي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر يعني أنت الآن تعيبني بمحاسني فكان عيبه عند أخيه أن الله تقبل منه قال إنما يتقبل الله من المتقين لأن بسط إلي يدك لتقتلني يقوله المظلوم لأن مددت إلي يدك لكي تقتلني ظلماً وعدواناً ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وهذا من كمال أخوته وكفه يده عن الاعتداء يقول حتى لو مددت يدك لكي تقتلني فلن أبادلك الاعتداء بمثله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لماذا؟ قال إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي تتحمل وزرى هذا الذنب العظيم أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وفي هذا الحوار دلالة على كمال فهمي وعقلي هذا الأخ وكمال إيمانه وانقياده لأوامر الله سبحانه وتعالى وكفه يده عن الظلم وعن الاعتداء وفيها أيضاً دلالة على جبروت أخيه وظلمه واعتدائه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غراباً يبحث في الأرض يقولون أنه قتل أخاه وكان هو أول واحد يقتل واحد ولذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فلما قتل أخاه تحير ماذا يصنع به وبقي يحمله بين يديه فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى كيف يتخلص من جثة أخيه بدفنها مما يشير إلى أن هذه أول حالة قتل في التاريخ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قد تكون قد تكون نعم قد تكون هي أول حالة وفاة في التاريخ لأن هذا هم من صلب آدم نعم لم يكنوا يعرفوا الدفن هذه الآية واضحة في هذا وهذه فيها إشارة أيها الأخوة إلى أن الحيوان معلم للإنسان فالغراب هو الذي علم الإنسان كيف يدفن والطير تعلم منه الإنسان كيف يطير والسمك تعلم منه الإنسان كيف يسبح وكثير من المهارات التي يتقنها الإنسان تعلمها من الحيوان فلاحظوا هنا أن الله قال فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني كيف يدفن أخيه ولاحظوا أنه قال يبحث يبحث في الأرض ما يدل على أنه قد بذل جهداً في تعميق الحفرة نعم يا أخي المقصود بتعليم الأسماء اختلف العلماء فيه كثيراً لكن المقصود به أن الله علم كما قال ابن عباس علم آدم عليه الصلاة والسلام أسماء الأشياء لكن هل يدخل في هذا الأفعال والمهارات والتدابير ونحو ذلك هذه الآية تدل على أنه لم يعرف كيف يدفن صاحبه أخاه واضحة الآية وأن الله لم يهده إلى كيفية الدفن إلا بعد أن أرسل الغراب لكي يبين له كيف يفعل ذلك فاستفاد هذه المهارة منه يعني ليس هناك تعارض بين هذا وهذا قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وفي هذه الآية يشار أيها الأخوة إلى أن الظلم مانع من الفهم لأنه قد ظلم أخاه واعتدى عليه فلم يهده الله سبحانه وتعالى إلى كيف يدفن أخاه فلذلك قال الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك أي من أجل حرمة القتل وعظيم شأنه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أي قضينا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أي من قتل نفسا مؤمنة معصومة بغير نفس يعني لم يقتلها قصاصا أو فساد في الأرض أي لم يقتلها بسبب فسادها في الأرض إما بردة أو قطع طريق أو حرابة أو نحو ذلك يعني يقتلها هكذا لمجرد القتل ظلما وعدوانا قال كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وهذا فيه إشارة إلى حرمة النفس المعصومة المؤمنة أن قتلها أمره عظيم وهذه الآية فيها إشارة إلى تعظيم أمر القتل وأنه منكر عظيم وذنب كبير ولذلك قال فكأنما أحيى الناس جميعا أو فكأنما قتل الناس جميعا من قتلها ظلما ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا يعني من أحيى نفسا مؤمنة أنقذها من الهلاك فإنه كأنه أحيى الناس جميعا تعظيم وتقدير لهذه النفس التي بين جنبي هذا الإنسان قال وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُّنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِيْنَا لَمُسْرِفُونَ أي هؤلاء المعاندون والمكذبون من بني إسرائيل جاءتهم رسلنا وفي هذه الآية إشارة إلى التعبير هنا بقوله جاءتهم رسلنا ولم يقل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا لأنه يقول لقد أرسلنا تحتمل أنهم أرسلوا لكن هل بلغوا أو لم يبلغوا تحتمل هذا أو تحمل لكن عندما يقول لقد جاءتهم رسلنا الإشارة إلى أن قد وصلهم هذا الأمر وقامت عليهم الحجة وجاء التعبير بقوله وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بماذا يا رب؟ قال جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي جاءتهم رسلنا بالآيات الواضحات البينة التي لا لبس فيها ولا خفاء ولكنهم على الرغم من ذلك لم يؤمنوا ولم يستجيبوا ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حد الحرابة كيف ناسب الآن أيها الأخوة ذكر الله لنا قصة ابني آدم وكيف أن أحدهما قد اعتدى ظلما وعدوانا وجورا على أخيه فقتله بغير حق فجاء هنا بيان عقوبة من يفعل ذلك الذي يعتدي على الناس بالقتل أو بالترويع أو بالنهب أو نحو ذلك فهو محارب لا بد أن يطبق فيه حكم الحرابة وحد الحرابة وهو في هذه السورة وهذه من الحدود ومن الآياء أو من الأحكام التي لم ترد إلا في هذه السورة حد الحرابة يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لاحظ أيها الأخوة يحاربون الله من يستطيع أن يحارب الله لا أحد يستطيع أن يحارب الله لكنه سمى إفسادهم في الأرض وقتلهم للآخرين بغير حق واعتداءهم على الآخرين كأنه محارب أهل الله ورسوله ثم قال ويسعون في الأرض فسادا لاحظوا كيف يقول ما هم مفسدين فقط فساد عادي وإنما فساد عريض فكأنهم يسعون سعيا في نشره وفي تعميمه ولاحظوا التعبير قال يسعون في الأرض فسادا ولم يقل يفسدون في الأرض في إشارة إلى انتشار فسادهم وشدته ما هو جزاءهم يا رب قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لاحظوا هنا هذا الحد الرهيب وهذا الحكم الذي هو في غاية الحزم ولاحظوا بالرغم من أن القرآن الأسورة المائدة هنا اجتملت على الكثير من الإباحة والكثير من التوسعة والكثير من الرحمة إلا أنها أيضا فيها من الحزم والحسم والقوة والقطع ما هو يمثل جوهر الدين الإسلامي الدين الإسلامي صحيح أنه دين السلام ودين المحبة ولكنه أيضا دين الحسم ودين القوة فهو أحل لنا الطيبات وأحل لنا وحل لنا ولم يحرم إلى أشياء بسيطة ولكن أيضا لابد من ردع المعتدين لذلك جاء هنا بحد الحرابة وهو في غاية القسوة لمن يسعى في الأرض فسادا أو يظلم أو يسفك أو يسرق أو يروع الآمنين قال إنما جزاء الذين يحاربون الله لاحظوا كيف وصفهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ولم يقل أن يقتلوا ويقتلوا يعني يبالغ في قتلهم قتلا ذريعا وتتبعهم فلذلك قال يقتلوا بصيغة المباءة التشديد أو يصلبوا والتصليب هو التعليق حتى يكون عبرة لمن أراد أن يعتبر ويمكن أن يجمع له بين الأمرين فيقتل ثم يصلب قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تخيل أنها تقطع يدها اليسرى ورجله اليمنى أو رجله اليمنى أو رجله اليسرى ويده اليمنى وهكذا أو ينفوا من الأرض بمعنى أنهم يخرجوا من الأرض التي هم فيها وبعض العلماء يقول ينفوا من الأرض ينفذ فيه السجن فإن السجن يعتبر نفي من الأرض لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن ينفي أحدا سجنه لأنه يقول إذا نفيته وصل شره وفساده إلى من نفيتهم إليه ولذلك المفسرون يقولون أن هذه العقوبات تعود إلى الآمر والحاكم الآمر الإمام هو الذي ينفذ هذه الأحكام فقد يكون مثلا جرم المجرم أنه قتل ونهب فيقتل ويصلب أو يقتل وتقطع يديه ورجله من خلاف ويجمع له بين أكثر من عقوبة من هذه العقوبة فهي مسألة ترجع إلى اجتهاد الإمام له أن يجتهد فيها بما يراه ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم في إشارة أيها والإخوة في هذه الآية إلى أن هذا الحد الذي يقام عليهم لا يدرأ عنهم عقوبة الآخرة فقال ذلك الحد الذي يقيم عليهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهناك بعض علماء يقولون إذا تابوا ولو يقيمت عليهم الحدود فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم في الآخرة ولكن دائما الحديث عن المصير في الآخرة حديث في ما هو من شأن الله سبحانه وتعالى فما لم يصرح الله سبحانه وتعالى به صريحا واضحا فلا يجوز لنا أن نجزم بأنه يعفى عنهم في الآخرة أو لا يعفى وإنما يرجع أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال في الآية التي بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ورحيم أي الذين تابوا عن الإفساد في الأرض ويسعون في الأرض فسادا فتابوا قبل أن تقدر عليه وقبل أن تقبض عليه قالوا فيسقط عنه الحد ولكنه لا يترك حق الآخرين عنده بمثلا واحد سرق مال رجل وهرب به ثم تاب فهل توبته هذه تسقط حق ذلك الرجل الذي سرق ماله لا تسقطه ولكنها تسقط عنه الحد الحراب أن يقام عليه بدلالة هذا الاستثناء ثم قول الله سبحانه وتعالى في نداء من النداءات العظيمة في هذه السورة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلِيهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وهذه الآية أيضا من الآيات الجامعة في سورة المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلِيهِ الْوَسِيلَةِ اتَّقُوا اللَّهَ فيها إشارة إلى اجتناب كل المناهي لأن التقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه واتقاؤه هذه هي التقوى أن تجتنب ما نهاك الله عنه وابتغوا إليه الوسيلة أن تفعل ما أمرك الله به وهذه لا تخرج الشريعة عن اجتناب النواهي وفعل الأوامر فيقول يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة والوسيلة هي كل ما يتوسل به إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من الأعمال ولذلك نحن نقول وآت محمدًا الوسيلة والفضيلة يعني آته كل ما طلبه وتوسل إليك يا رب بطلبه ثم قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فعطف الجهاد في سبيل الله على التقوى وعلى ابتغاء الوسيلة مع أن الجهاد في سبيل الله هو من ابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه من باب عطف الخاص على العام للإشارة إلى أهميته وعظمته ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى ثم يذكر الله سبحانه وتعالى عن الذين كفروا أنه الذي يموت منهم كافرًا لو أنفق يوم القيامة ملأ الأرض ذهبًا وحاول أن يفتدي به يوم القيامة من عذاب الله فإنه لن يتقبل منه فيقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقُبِّل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وهذا طبعًا في حق من لم يتب قبل وفاته ويسلم أما الذي يتوب فإن الله يتوب عليه لكن الذي يموت كافرًا فإنه لن يغفر له ولن يتقبل منه فدية ولا يؤخذ منه عدل ولا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا ولاحظوا أنه يقول لو أن لهم ما في الأرض جميعًا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقُبِّل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن جزاء الكافرين في الآخرة هو الخلود والإقامة الدائمة في النار والعياذ بالله ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما انتقل الحديث يا أخوان من السرقة الصغرى الكبرى إلى السرقة الصغرى يعني كان يتحدث عن الحرابة والحرابة فيها سرقة وفيها قتل وفيها ترويع وفيها نهب وكان الجزاء في غاية الحسم التقتيل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف وهذه عقوبة شديدة ثم جاء الحديث عن السرقة الخاصة أو السرقة الصغرى إن صح التعبير قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم السرقة هي أخذ مال الغير خفية من حرز أن تأخذ مال غيرك خفية فإذا أخذته عنوة وبشكل ظاهر فلا يسمى سرقة وإنما يسمى غصبا لكن إذا أخذتها خفية فهي سرقة ولابد أن تكون من حرز بمعنى أنك إذا وجدت مرمي في الشارع فلا تسمى سرقة وإنما تسمى سمها أي شيء آخر لكن لا تسمى سرقة والعلماء يحددون يعني لاحظوا هنا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية تدل على أن من سرق أي شيء قليلا أو كثيرا فإنها تقطع يديه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا في نصاب محدد وهو ربع دينار عشر الدراهم فتقطع إذا سرقت هذا النصاب وأما إذا سرقت ما هو أقل من ذلك فلا تقطع ثم أيضا ما هو حد القطع يعني والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما اليد تطلق على الكف وتطلق على الذراع وكلها يد ولذلك قالوا فقطعوا أيديهما وأرجلهم من خلاف العلماء بعضهم يقولون أنها تشمل من الكف وبعضهم يقولون من المرفق وبعضهم يقولون من الذراع وكلها يطلق عليه هيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع قطع من الرسق هنا من الرسق كف اليد ولذلك يعني يقطع العلماء اليد من هنا فقال والسارق والسارقة فقدم هنا السارق على السارقة لأن السارقة في الرجال أكثر منها في النساء وكما قدم في سورة النور فقال الزانية والزاني فقدم الزانية لأنه أقبح في حقها فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا يشارى أيها الأخوة على جرم السارقة وقبحه وأن المسلم لا يقدم عليه وقد ذكر أهل التراجم قصة طريفة عن الأصمع رحمه الله وهو طفل صغير يقول كنت أقرأ في أحد مساجد البصرة فقرأته السارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم قال فقال لي أعرابي أبصر ما تقرأ يا غلام ما أعجبت الأعرابي كيف تقول فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم ما تجي هذه قال فقلت له هل تقرأ القرآن قال لا لكن هذا لا يقوله بليغ قال فنظرت فإذا هي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم قال الآن نعم الآن نعم عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع وهذا إشارة أيها الأخوة إلى أنه لابد لكل واحد منه ويقرأ القرآن الكريم أن يراعي خواتيم الآيات ويتدبر فيها لماذا ختمت هذه الآية بهذا الختم لماذا ختمت هذه الآية بهذا الختم وينظر يعني مثلا في سورة المائدة ستاتي معنا في آخر السورة أو ربما تاتي مع غيري قال عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم كثير من الناس يقول فإنك أنت الغفور الرحيم لأنه مناسب وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ولكن الآية ليست كذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه أبلغ من لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لماذا؟ لأن معناها وإن تغفر لهم تغفر لهم عن عزة وحكمة وليس عن ضعف وهذا لا شك أنه أبلغ في الاستلطاف لله سبحانه وتعالى والاسترحام عندما تقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز القادر على الانتقام ولكنك تغفر بالرغم من ذلك الحكيم ولكن تغفر فتأملوا في خواتيم الآيات دائما تجدوا فيها من البلاغة ومن الدلال على عظمة هذا القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم تلاحظون أيها الإخوة كيف يذكرنا الله سبحانه وتعالى فين كل آية وآية بسعة رحمته وفضله وأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويحب التوابين ويدعوهم إلى التوبة ويذكرهم بأنه غفور الرحيم ما معنى أن يقول الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور الرحيم فإنه غفور الرحيم إن الله يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات ولماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بهذه الأوصاف إلا دعوة لك ودعوة لي إلى التوبة والإنابة والإقبال عليه سبحانه وتعالى لأنه هو الغفور وهو الرحيم وهو التواب وهو هذا كله فتح لباب التوبة تأملوا في فتح باب التوبة الواسع وتأملوا في التضييق على بني إسرائيل تجد فعلا أن هذا كل دعوة لك أيها المسلم يا من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعت هذا القرآن أنت لك مميزات ليست لغيرك وأنت لك تسهلات ليست لغيرك ونحن قد خففنا عنك تخفيفات ما خففناها على من قبلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه فالحمد لله على تيسيره وتوفيقه صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر